السلام عليكم جميعا احنا اتكلمنا على منتجات البترول اتكلمنا على كم منتج أربعة تقريبا الغاز الطبيعي والجازولين والزيوت النهاردة بقى هنبتدي نكمل كلامنا على المنتجات البترولية طبعا ننساش البترولية مئيسر اللي اتكلمنا عليه هنبتدي نتكلم على الجزء الرابع في الانتاجية وعندưới ترائبAN الجازولين الرابع جزء هو النفس المنطقة الخفيفة النفس الخفيفة تحتوي على Sidene والجازولين النفس التقيلة على البنزين انه ميراكبات هيدروكرب恭喜 ولميراكبات هيدروكربونية مشابعة حلاقية المنتج الخامس هو الكلوسين الكلوسين من سيه 11 لسيه 18 و يجب أن يكون عارفين كواقود بترولي أو يستخدمه في الديهانات يجيبه بيه البوية و يدوبه فيه البوية اللي يرشع على الحيطان كمذيب لديهانات الجاز و المنتج الثالث هو زيت الغاز و هذا زيت بني و هذا عبارة عن خليط من هيدروكاربون من سيه 15 ل 25 و هذا يحتوي على مهم أول حاجة هيدروكاربولات مستقيمة و الرقم السستاني 100% و سنقصين مرة تقول لنا رقم اوكتاني و مرة تقول لنا رقم السستاني لا الرقم الاوكتاني هنا يتقال على الجازوريين أما الرقم السستاني هنا يتقال على مركبات الغازية لهم العربية تستخدم فيها غاز أو العربية تستخدم فيها كروسين العربية النقل ماهي الرقم السستاني؟ الرقم السستاني المفروض كلما احتوى الزيت الغاز لنا نستخدمه على مركبات أروماتية مثل الألفا مثال نفسالين بتقل جودة الزيت ايه؟ شاهدوا؟ يعني هناك مركبات الأروماتية تزود الجازولين مركبات الأروماتية تزود الجازولين ماذا؟ أما مركبات الأروماتية تقلل الرقم السستاني المفروض الرقم السيستاني 100 لما يتواجد مراكبات أروماتية يبقى طبعاً ما ليس يوصل السفر بس هو بيقل عن المية طبعاً هنا بكتر المواد الأروماتية يوصل للسفر هذا الرقم السيستاني طيب ايه بقى السابع طبعاً السابع زيت الغاز السابع زيت الوقود اللي هو المزوت اللي بنيعمل بيش الزفت الزفت بتاع الشارع والزفت بتاع الشارع ده بيستقلص من زيوت التزييد وشمع البرافين عشان طلع منه الأسفلت والزفت بتاع الشارع كده احنا خلصنا أهم سبع منتجات للمنتجات البترولية